سباب فل على كل حبائبنا الأهلوية معكم أحمد عصام من ملعبنا الأهلي والسلام وحلقة جديدة من برنامج يلا يا أهلي مطش النهاردة إن شاء الله هيكون قدام الاتحاد السكندري الساعة 7 ونص بالليل هنا على ملعبنا في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري وبنفكركم بالاستوديو التحليلي مع كابتن أيمن شاوي وديو في الاستوديو على قناتنا يلا بينا فلنا بدخل مطش النهاردة بعد بداية رائعة في مسابقة الدوري قدرنا نكسب فيها المقصة والمحلة 3-1-3-0 على الترتيب وكان لنصيب الأسد في اللجوان الستة اللي سجلناهم كهرباء ومحمد شريفي اللي سجلوا هما الاتنين أربع أهداف ده غير بقى اللجوان اللي تلاغت بسبب الفار أو الفرص الخطيرة اللي تلاغت في المطشين دول النهاردة هيرجع لنا مستر بيتسو موسيماني المتعافي من فيروس كورونا بنقول له حمد الله على السلامة الحمد لله تعافى ورجع لكن لسه هيكون غايب أفشة والسلية ورمي ربيعة المصابين بالفيروس اللي عيننا وكمان هيكون موجود معنا النهاردة حسين الشحات ووليد سليمان ومروام محسن السلاسي العائد من الإصابة اللي أبعدتهم لفترة طويلة وكانوا بيشاركوا الفترة اللي فاتت في التدريبات أخيراً الحمد لله بعد ما تعافوا الحياة الفريق بادئ بشكل كويس جداً الموسم قدر يخسب أول مطشين في مسابقة الدوري فريق حتى في مسابقة الدوري أبطال أفريكيا بادئ بشكل كويس جداً وقدرنا نكسب سونيديب بطل النيجر على ملعبه السيئ جداً وقدرنا نكسب بره ملعبنا عشان نساهل المهمة قبل ما نلعب مطش العودة هنا إن شاء الله وبنتمنى نكمل المشوار الطيب ده النهاردة قدام الاتحاد السكنداري بنرجع تاني لبواجهة الاتحاد السكنداري اللي خرجناه من نص النهاء الكاس بعد ما كسبناهم اتنين واحد في مباراة كانت قوية وعصيبة قبل ما نلعبت طلاق الجيش في النهائي ونكسب البطولة والسلسية اللي حققناها الموسم اللي فات في رئة الاتحاد السكنداري الحقيقة بدأت الموسم بطريقة رائعة جداً لما كسبوا بيراميز عن جدارة واستحقاء بنتيجة اتنين واحد وسجل خلالها عمار حمدي ابننا المعار هناك هدف من احلى اهدف الموسم لحد دلوقتي لكن بعد كده رجعت عدله مع سموحها في الدرب السكنداري بنتيجة واحد واحد الحقيقة حساب حسن بينقل اللي لعبته الروح القتالية العالية اللي عنده اللي كانت وهو لعب وهو حتى مدير فني مع كل الفرق اللي مسكها والحقيقة الفرقة بتقدب بقتال عالي جداً وهيكون مباراة صعبة النهاردة قدام الفرقة دي فرقة الاتحاد السكنداري مخسرناش منهم من 2018 في ديسمبر بالتحديد لما خسرنا 4-3 لكن بعد كده قدرنا نكسب 3 مطشات منهم بنتيجة 4-0 وتعدلنا مطش واحد بس بنتيجة 0-0 فرقة الاتحاد الحقيقة عندها العديد من العناصر المميزة أبرزهم رزاق سيسيق الجناح المتعب جداً اللي تعابنا في مطش الكاس وسجل هدف فريقه وكمان معامل مهاجم المخاضرم خالد أمر ده غير عمار حمدي نجمل فريق دلوقتي لكن بنتمنى بقى أن فرقة الاتحاد تكون مش في يومها النهاردة وغير موفقة عشان نقدر نكمل مشوارنا ونفوز بالمباراة الثالثة على التوالي ونواصل مشوارنا للحفاظ على اللقب واستنونا إن شاء الله يوم الجمعة قبل مباراة ودي دجلة في الدوري ويلا يا أهل اشتركوا في القناة